السلام عليكم وأهلا بكم معاكم محمد لطفي ودرس جديد من دروس أدوبي أليستريتور سيسي المبتدئين ودرسنا النهاردة هنشرح فيه إزاي ترسم إيموجي الفيسبوك الضاحك بطريقة سهلة وبسيط واللي ما شافش درس الإيموجي المتعجب هيظهر لك دلوقتي في علامة الآيفوك تقدر تشوفه وهنبدأ أول حاجة في درسنا النهاردة وهي فتح ملف جديد 800 بيكسل طول في 800 بيكسل عرض بعد كده هروح لقايمة view وأختار منها rollers ومنها أختار شوق rollers وهسحب guide من فوق ونزله بالشكل ده وأعمله محاذاة مع الارتبورد وهسحب guide من الجنب وأحركه بالشكل ده وأعمله محاذاة مع الارتبورد وبكده أنا زبطت مساحة العمل بحيث يكون شغل متناص وبعد كده هروح أختار أداة الإلبس تول وهضغط في الارتبورد ضغطة واحدة وهكتب 600 بيكسل عرض في 600 بيكسل طول وبعد كده هضغط اوكي هتظهر معايا الدايرة بالشكل ده وهعمل لها محاذاة بالعرض ومحاذاة بالطول مع الارتبورد هتظهر معايا في منتصف الارتبورد بطريقة متناصقة وبعد كده هختار الcolor baker وبالضغط عليها تفتح بالشكل ده وهكتب كود اللون FFD972 وبعد كده هضغط اوكي تظهر معايا الدايرة باللون الأصفل وهروح للسواتشز بنال وهختار منها new swatches وهتأكد ان نفعل خيار ال global وهضغط اوكي ودلوقتي أنا عايز أرسم الفم بطريقة بسيطة هعمل كده ازاي هروح لقيمة edit ومنها هختار copy وهختار edit تاني ومنها هختار best and place أنا كده عملت نسخة من الدايرة هروح أصغرها بالضغط على shift مع alt وهسحب بالماوس للداخل بالشكل ده وهختار من ال swatches اللون الاسوي وهختار direct selection tool وهعمل select على ال point اللي في أعلى الدايرة وهضغط delete من الكيبورد أنا كده حزفت نص الدايرة بطريقة بسيطة ودلوقتي أنا لسه عاوز أرسم لسان الإيموجي هعمل كده من أداة الإلبس tool وهرسم شكل بيضاو وهعمل تناسك للسان مع الجيد والفم وبعد كده هختار color baker وهضيف اللون F25268 وهضغط OK أنا دلوقتي عاوز أحزف الجزء الخارجي من اللسان بطريقة صحيحة أنا هعمل selection دي مع اللسان والفم وهختار copy وهختار edit ثاني وهختار منها paste and place أنا كده عملت نسخة منه أنا هسحب النسخة دي خارج الشكل بتاعي بحيث أشرح عليها ويكون الشرح واضح هروح لل pass finder وهختار منها pivot ولو عاوز تعرف أكتر عن pass finder هيظهر لك دلوقتي في علامة I الدرس الخاص والشرح التفصيلي لل pass finder بعد كده هختار أداة direct selection tool وهضغط على الجزء الخارجي من اللسان وههزفها من الكوبورد وبكده عندنا شكل الفم واللسان بطريقة صحيحة ومتنصقة جدا وأقدر أحزف الشكل ده وأسحب الشكل اللي عملناه بال shift مع السهم وبعد كده هروح أرسم العيون وهختار أداة البنتول وهرسم بالشكل ده وهغير لل stroke وهزود حجم لل stroke العشرين وهخلي الكاب دائري والcorner دائري وهيظهر العين بالشكل ده وأسحب العين للشكل وأحاول أعمل لها تناسق مع الوجه ودلوقتي لسه العين التانية هعمل selection للعين وهروح لobject وهختار منها transform وهختار reflect هتظهر النفيذة دي هضغط على copy وكده أنا برسمتي العين بطريقة صحيحة ومتنصقة وبعد كده هعمل select على كل الأشكال وهختار object وهختار group وهعمل select group وهعمل له محاذاة مع الأرتبورد أنا دلوقتي عاوز الفم يكون بلون رماضي بحيث يظهر لي تجويف الفم بطريقة صحيحة هعمل كده ازاي هختار direct selection tool وهضغط على color baker وهضيف كود اللون 262c3 heat وهضغط ok وهختار new swatches وهتأكد من تفعيل global وبعد كده هضغط ok وهختار اللسان وهضغط على view وهختار swatches وهتأكد انه مفعل خيار global وهضغط ok ولو عاوز تعرف اكتر عن خاصية global تقدر تشوف الشرح من خلال علامة الآي اللي هتظهر دلوقتي فيه وبكده يكون درسنا البسيط انتهى وقدرنا نعرف ازاي ترسم ايموجي الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة وانتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة